حركات واضحة. أنا فعلاً حاجة تدعو للسعادة يعني. بالضبط. أحياناً دايماً أكلمك بصراحة. كنا نسمع عن إن فيه كرة نسائية في مصر. فيه قطاع للكرة النسائية في مصر وفيه عضو في مجلس إدارة تحدي الكرة ممثل عن الكرة النسائية. دايماً نسمع كلام ده. بس فين بقى منتخبات مصر للكرة النسائية؟ فين دوري قوي للكرة النسائية؟ كل ده تقريباً ما كانش موقع. دلوقتي حتى وانت موجودة معي النهاردة. أنا كمان مبسوط إنه نادي زي النادي الأهلي يهتم بكرة القدم النسائية. لما النادي الأهلي يهتم بكرة القدم النسائي النادي الأهلي وأعلى حاجة هتلاقي مصر كلها تهتم بكرة النسائية كل الفرق والأندية في مصر تهتم بكرة القدم النسائية إزاي أنا عارف أن أنت من الدية الأولى من اللحظة الأولى مع النادي الأهلي بتعمله منظومة كرة القدم النسائي إزاي بدأت وإزاي الفكرة بدأت ووقفين فين دلوقتي هي الفكرة بدأت من سنتين طبعا هي وتوجه من مجلس الإدارة جوة النادي الأهلي بصدد أن هم يأسسوا كرة نسائية فتواصل معي كابتن زكريا نواصف وعلى أساس أنه نشوف الوضع هيكون هنشتغل إزاي هنبتدي إزاي خصوصاً زي ما حارك قلت النادي الأهلي محتاجين أنه هو يبتدي بداية قوية ولازم نأسس يعني ما يتأخرش أكثر بين كده بالزبط يعني لو الأهلي كان تأخر وحقاك الحق تأخر بس أدام بدأ يبقى يبدأ قوي جدا بالزبط فاشتغلنا على بلاين كده بلاين دي حوالي 3-4 سنين فات منهم هوت سنتين يعني الفكرة كلها أننا كنا محتاجين نأسس الأول أكاديميات وبعد كده نبتدي نكون الفرق فطبعاً كابتن شطة هو طبعاً مسؤول عن الأكاديميات في النادي الأهلي هو حالياً مع الملف اللي هو بتاع الفرق يعني جهزت له الملف اللي هو الباقي من البلان اللي احنا حطينها وعرضت عليك كل الحلول والأفكار إن احنا إزاي نكون بقى فريق بعد ما احنا اشتغلنا على الأكاديميات وطلعنا منها عناصر كويس أنتو اشتغلتو عشان أنا بس عايزة أعضح النقطة دي لأن الأكاديميات مفهومة أنها لها هدف ربحية يعني بس أنتو بدأتو أكاديميات في الأساس عشان تجمعوا بنات وتبدأوا بعد كده بيها تعملوا فرقة وتبدأوا تشتغلوا وأكيد في مواهب كويسة اشتغلنا عليها بقى لنا يعني من السنة اللي فاتت للسنة دي في مواهب كتير جداً ظهرت مستوها تطور هيبقى عندنا اللي هو زي ستوك كده وممكن نزود عليه بقى حاجات بسيطة من بر طيب قبل ما اوصل امتى حنكون فريق بقى فريق ممكن ينافس يعني انتو بتشتغلوا في الأكاديميات على مراحل عمرية من كامل كامل يعني احنا بنشتغل على أربع سنين في البداية اتكلمنا في الأول ان احنا نوقفها لغاية 2004 فبلغتهم في النهاية ان الكرة النسائية وضعها مختلف شوية البنات ممكن في السن كبير بتبقى حبة ان هي تشترك وفي ناس بيبقوا موهبين بس ما جالهمش فرصة الدراسة في حاجة في الأهل وتفر ايه بس في الآخر بيشتركوا او بيبقوا عايزين يمرسوا فعشان كده انا فتحت العمر اه يا من أربع عنده استعداد بالزبط طيب في المراحل دي انت وتي لأربع سنين أربع سنين ده سنه صغير قوي؟ لا هو البداية اي أكاديمية اذا كان ولاد او بنات الأربع سنين انا شايفها مناسب على أقل للإدراك لأن البنت وهي صغيرة كده تبدأ تحب الكورة بزبط بزبط تتأسس فحرك تخيل مثلا لو اشتغلت على بنت عادي من أربع سنين لا يعني لو تكلم عشر سنين اتناشر سنة تلاتاشر سنة لو اشتغلت عليها سنتين تلاتة هتوصل لفين؟ طيب لو اشتغلت على بنت من أربع سنين وهي عندها أربع سنين لغاية ما توصل لمرحلة منافسات متخيل هتوصل لفين؟ فانت بتأسس حاجة هي كانت قليلة فدلوقتي الوعي بدأ يزيد يعني أنا عندي فرق كده دلوقتي يعني عمر صغيرة أربع وخمس وست وسبع سنين لغاية عشر سنين فرق كتير يعني بنات كتير